مكافحة الإرهاب وخطر التطرف على الإنترنت هذا الموضوع يبدو من أولويات الجيش الجزائري حسب الدراسة التي نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية في مجلة الجيش الخبر الذي يقول إن 720 ألف صفحة على الإنترنت تستخدم هذه الصفحات لتجنيد الشباب ورد في هذه الدراسة بعنوان مكافحة الإرهاب والتطرف في الواقع الافتراضي هذا ما ورد بالتحديد عن شركة جوجل المتخصصة في البحث على شبكة الإنترنت فإن الجماعات الإرهابية والمتطرفة أنشأت ما بين يناير أو جانفي وديسمبر 2016 أكثر من 720 ألف صفحة على الشبكة العنكبوتية جاء في الدراسة المذكورة أيضا أن الجيش الجزائري أوقف 220 شخصا على علاقة بالدولة الإسلامية من خلال الإنترنت وقامت قوات الجيش والأمن الجزائري بتفكيك 55 خلية تنشط في المجاري الإلكتروني عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها هذه المعلومة التي تناقلتها بعض الصحف نشرت قبل أكثر من عام ويمكن أن نجدها في منشورات المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات لصاحبه جاسم محمد بألمانيا ينضم إلي عبر اسكايب من الجزائر اللواء المتقاعد مجاهد عبد العزيز الخبير العسكري والأمني مرحبا بك سيادة اللواء الكلام عن المواقع الإلكترونية وحجمها بأنه 720 ألف موقع ما الجديد الذي توصلت إليه الجزائر في هذا الشأن هذه الدراسة مضى لها سنوات ومنشورة في كل المواقع الإلكترونية عرضنا بعضها لا جديدة تحت الشمس أخي هذه الظاهرة معروفة وأنتم أعلم بها من غيركم من صدر الفكر من أنتج الفكر الإرهابي ومن صدر التطرف والإرهاب فهو معلوم من بداية القرن الماضي والدين والإرهاب والإعلام يستخدموا من طرف القوة المهيمنة أو التي تريد أن تهيمن على العالم لمد بسط سيطرتها على المناطق التي لها أهمية تقصد فيها الولايات المتحدة الأمريكية مثلا؟ الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا العظمى التي أنتم متواجدين فيها أنتم من بدأتم تستخدموا هذه الظاهرة استخدمتم الدين لبناء أو تكوين كيانات نذكرك بل بعض الحرب العالمية الثانية أنشأت باكستان وإسرائيل في نفس الوقت ما دخل الصحافة في هذا الموضوع؟ هناك انتقادات للجزائر بأنها لا تقوم بما يكفي من أجل مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت نتحدث عن الإنترنت ولا نتحدث نعلم أن هناك مكافحة إرهاب عسكرية وعلى أرض الواقع لا أولا من الذي يمول هذا الوسائل هذه وهذه المراكز إذا كان تأخذ منذ شهرين أو شهر ونص تقريبا اعتراف الوزير الأول السابق القطري باللي يمول في المسلحين 175 مليار دولار إذا كان تتذكر في الشهر الماضي النظام السعودي والنظام الإماراتي أغدقوا على الساحل 100 مليون دولار لا إحنا إذا كان نتحدث بصراحة علينا أن نبحث عن ما هو غائب عن الرؤية أما بالنسبة لشيء المرئي فيها كل الناس تشوفوا أننا لازم نبحث عن من وراء هذه الظاهرة من يمولها من يغذيها عفوا أنت تتحدث عن التمويل لكن نتحدث عن الجريمة الإلكترونية وهي تجنيد الشباب عبر الإنترنت لا تحتاج إلى تمويل دول هي صفحات على الإنترنت يقوم فاتحوها بدعوة المجاهدين إلى الجهاد أو نشر الفكر المتطرف طيب أخي العزيز تصريح محمد بن سلمان عنده أقل من شهر الذي يعترف بالذي هو الذي نشر الوهابية بطلب من الغرب كيف نشرها وأين نشرها المنتج لهذه الفكر المروج لهذه الفكر الموزع لهذه الفكر هو معروف هو إما عميل إما وكيل إما أداة من الأدوات ولكن من هو المدبر؟ من هو الموجه؟ فابحث عنه أشكرك من الجزائر اللواء المتقاعد مجاهد عبد العزيز الخبير العسكري والأمني أشكرك من الجزائر أشكرك من الجزائر